الحديث عن سيادة عراقية كاملة على أراضيه من شمال البلاد إلى جنوبها حديث مستمر تطالب به الحكومة ويطالب به الشعب بأطيافه كافة لكن هيبة الدولة تغيب شمسها عند الحديث عن تسلل من أنواع مختلفة فما بين تسلل إرهابي وتسلل للنفوذ هناك تسلل جديد تحدثه تركيا بدخول وزير دفاعها إلى شمالي العراق بمقطع مصور نشرته وزارة الدفاع التركي على موقعها الرسمي صدمة تشكلت عند عموم العراقيين من بساطة المعلومة التي استخدمتها تركيا بمجرد تبرير زيارة وزير دفاعها على أنها تفقد لقوات بلاده المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل أراضي الإقليم وفي كل جولة عسكرية وضربة جوية سيما آخرها التي استهدفت بلدة سيدكان في أربيل تعلن تركيا مواصلتها الحرب ضد حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة لكنها رسالة مباشرة وساخنة على طاولة الحوار العراقي العراقي تجزم بضرورة اتخاذ إجراء فاعل وهذا ليس مجرد تحليل إخباري إنما هو واقع يريده الشارع السياسي والشعبي في العراق بعد أن أصبح مسلسل الاعتداء التركي على مناطق بحجة مواجهة حزب العمال انتهاكا واضحا وتدخلا أجنبيا في إرادة العراق على حدوده وفي أراضيه ورغم محادثات عراقية تركية وتنسيق علاقات بين الدولتين إلا أن مسألة الدخول إلى الأراضي العراقية ووجود قاعدة عسكرية تركية فيها أخذ منحا غاضبا وأصوات تطالب بضرورة وجود تنسيق تركي عراقي قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه تصيد التوتر وصناعة الخلاف الذي لن يخدم مسيرة العلاقات المستقبلية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر